الدولة مشكورة ساعدة المزارع عن طريق وزارة الري أو وزارة الزراعة تقاسمنا هذه المساحة احنا كوزارة زراعة ووزارة الموارد المائية والري بان نعمل دعم فني للمزارعين احنا بنشجعهم هو القانون بيلزموا بس احنا برضو الدولة بتشجعوه بتعمله دعم فني ان احنا نعمله تصميم رفع مساحي وتصميم ونعمله كشف مهمات والكشف مهمات دي سجلنا شركات تصعر له الكشف ده واحنا نشرف على تنفيذ هذه العمال لضمان سلامة النظام انا بعمله الدراسة كلها بديله كمان ده دعم فني بديله دعم مالي الدولة برضو مشكورة وفرت قروض للمزارعين في الفترة دي كانت 2020 بخمسة في المية على خمس سنوات المزارع اللي عنده الرغم وده فيه كتير من المزارعين عملوا نظم الري والتزموا دي فايدة مخفضة دي فايدة مخفضة جدا فايدة خمسة في المية احسن من كده هقوله لحضرتك بعد كده ده بالنسبة لأراضي الجديد فبرضو طب المزارع اللي يقول انا والله معايا الفلوس مش عاوز اخد القرض بيعمل على حسابه وتديله دعم فني برطا وتديله الدعم الفني برطا وتديله الدعم الفني دعم فني زي ما قلت الحضرتك رفع مساحي وتصميم وكشف مهمات دراسة متكاملة بقى وصعر له واشرف له عالشغل كمان حلو جدا اضمن له سلامة الشغل حلو جدا ففيه كتير عملوا كتير جويس وجزء صغير منهم خد قروض من البنك ماشي كانت الدولة موفرة في الوقت ده تلاتة مليار جنيه التلاتة مليار اتخذ منهم جزء جاء تطور الموضوع بان نحول نظم الري بالغمر حتى في الاراضي القديمة لري حديث لان نظام الري التقليدي المتبع في معظم مساحات الاراضي الزراعية في مصر الري بالغمر الري بالغمر اللي هو اناية طراب بفتح الانوز مزارع بيرفع بطرمبة صغيرة فيه كل مزارع عنده طرمبة بياخدها البيت ويرجع بها تاني يروي ويرجواحها عنده فبينقول عليها نقط رافع متعددة فده الري بالغمر التقليدي فالاتجاه ان نعمل وكان ونعمل رأي حديث حتى في الاراضي القديمة طب ما الاراضي القديمة الرأي الحديث ده عزم قومات معينة هو انا عزم نوعية التربة ونوعية التربة في الاراضي القديمة اللي احنا بنقول 6 واحد من 10 مليون فداء دي اراضي تقيلة دي من طرح النيل دي اراضي تقيلة قبل انها تمالح احنا كفنيين محافظة على المية وزود انتجية ومع الوقت الارض هتفضل الله وارمي النيل فلازم اعمل حساب النقطة دي حلو فلازم اخذ الموضوع من جميع النواحي ترجمة نانسي قنقر